السلام عليكم الاعدادات الاساسية لفكس الار اكس وخمسمائة وسبعين وتسعمائة واحدة اول حاجة شفت مينيو واشا هنزبط الاعدادات بتاعتي اول حاجة لو اخترت الاختيار رقم واحد بختار رياضي رياضي ده افضل وضع تاني حاجة اعمل شفت مينيو تاني اهم حاجة في واحدة الزاوية اللي هي اتنين بختار له دايما الدرجات لو انا شغال على الدرجات بختار له واحد لو عايز اختار الراديان بختار اتنين يعني انا بختار له دايما واحد عشان يبقى حرفت دي مكتوب فوق وبعد كده شفت مينيو وانزل تحت على صيغة الارقام اللي هي تلاتة ودايما بختار طبعا فكس ده اللي هو التقريب ده السينتيفيك يعني اللي هو الوضع بتاع العلمي وده النورم اللي هو الوضع اللي هي العادي اللي هو تلاتة وبختار له نورم اتنين وبعد كده شفت ومينيو وبنزل الرمز الهندسي ده معلنا منه اه نتيجة الكسر اللي هي رقم واحد لو انت عايز الكسر بتاعك يطلع مفكوك ولا يطلع بسط ومقام لو انت عايزه يظهر كعدد كسري بنختار له ايه عدد كسري عادي انما انا عايزه بسط ومقام دايما يعني مثلا لو خمسة على الاربعة يطلع لي خمسة على الاربعة ما يطلع ليش واحد وربع بختار له رقم اتنين بعد كده لو عاوز في الاحصاء يطلع لي الجدول اه مثلا خانة واحدة مش خانتين بختار مثلا تلاتة في الاحصاء لو انا هعمل تكرارات بقول له تشغيل مش هعمل تكرارات هقول له اقاف تمام طبعا مثلا هعمل له تشغيل له واحد shift menu تاني وانزل تحت على اه الجدول هنا عندي نتيجة الكاس اللي قلناها والاعداد المركبة رقم اتنين ولو جيت الاحز الاقي انا عايز مثلا الاعداد المركبة تظهر لي على صورة الف زائد بيه في الاي او الته فبقول له رقم واحد لو انا عايزها تظهر كار و سيتا اللي هو ايه المقياس والسعة فبختار له رقم اتنين shift و menu وانزل تحت برضو الاحصاء والجدول البيانات المعادلة او الدلة اللي هو رقم واحد اه الناتج لو عدد مركب انا عايز الاعداد بتاعتي مثلا لو انا بحل اه معادلة وانا بظهر لي فيها اعداد مركبة لو انا عايز الاعداد الحقيقية بس مش الايه المركبة بقول له تشغيل لو انا عاوز العدد العداد المركبة تطلع عندي اقول له اقاف لو عايز الايه الاعداد الحقيقية بس ايه اللي ايه عندي طبعا انا بشغلها لان ايه ده امر عادي شفت ومينيو وانزل تحت تاني اه فاصل الفاصلة العشرية دي في اي اللحظ بعايزها نقطة ولا فاصلة طبعا كلنا بنختار الدوت اللي هي دي اللي هي رقم واحد برضو شفت ومينيو تاني وانزل تحت على فاصل الخنات اللي هو اربعة ده ميزة اصلا عايزه يعني كل ايه مثلا تلات اه ارقام يعمل فاصل لنفسه يعني خانة الالف يسيب مكان لنفسه هعمل له تشغيل يعني مثلا وجه تكتب المليون تلاقيه ظاهر لي مش كده تلاقيه ظاهر لي في الناتج كل تلات ارقام لوحده تمام بعد كده شفت ومينيو وانزل تحت مثلا على هنا حجم الخط طبعا بختار حجم الكبير دي سهلة اللغة معروفة آآ السطوع اللي هو رقم اربعة طبعا لو انا اخترت آآ مضيق بالمنزر ده كده تلاقي الاضابة بتبهت او الكتابة بتبهت لو عايز اعتمه بس مش العتمة الاول لان كده هتبوز ليه الشاشة مش هتعرف تشوف حاجة فبنخليها حاجة وسط وادوس اي سي وبعد كده منزل تحت تاني سطوع الشاشة دي اخر حاجة وكده احنا انتهينا من الاعدادات الاساسية او العامة للقالة الحزبة او النظام اللي انا عايزه عندي في القالة الحزبة ده خلاف الاوضاع اللي هي في المينيوزات نفسها دي البرامج بتاعت القالة الحزبة اشتركوا في القالة الحزبة اشتركوا في القالة الحزبة